من طهران السيد عباس خاميار الأكاديمي والدبلوماسي الإيراني السابق أهلا بك أستاذ عباس صباح الخير يعني بداية كيف يمكن أن تعلق على هذا الهجوم الإسرائيلي وهل من خلال ما تبعناه من تقييم إيراني تقول طهران إنه كان هجوما فاشلا إنجاز التعبير وفق التصريحات الإيرانية هل هذا يشير إلى أن إيران يمكن أن تستوعب هذه الضربة نعم بسم الله الرحيم صباح النور الحقيقة عفوا كل الأمور تشير بأن ما يجري هو إعادة لحرب الرواية وهذا ما شاهدناها على مدى العام الماضي منذ طوفان الأقصى لحد الآن هي حرب روايات بين القوى المتصارعة وهذه الحرب بناء على التجربة وخاصة في العام الماضي أو السنة الماضية هي الحقيقة إسرائيل الخاسرة في هذه الحرب حرب رواية بامتياز التضخيم الإسرائيلي مئة طائرة وعشرين نقطة عسكرية مهمة كل هذه الأمور تشير بأن لم تكن هناك حقيقة لهذا الأمر ويبدو أن الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني الذي جاء بسبب اغتيال الضيف الكبير الشهيد اسماعيل هنية هو يعني الحقيقة هذا الرد الإسرائيلي كان ضعيفا كما الرد على الرد الإيراني آنذاك وإيران في تلك المرحلة ربما غضت النظر لأنه كان محدودا للغاية أنا أتصور هذا الرد على الرد الإيراني الثاني هو يبدو أنه ضعيف للغاية وطبعا لم يصدر لحد الآن موقف رسمي بشكل من الحكومة الإيرانية ولكن بعض الأجهزة العسكرية وخاصة الدفاع منظومة الدفاعية الجوية أعلنت قبل قليل بأن كل ما يقال عن 20 نقطة وكل ما يقال عن 100 طائرة هو من حرب نفسية وحرب إعلامية وهذا لن يحصل أبدا والخسائر طفيفة للغاية هناك فيما يتعلق بمدينة مشهد عندما يقال بأن مشهد قد ضربت حتى أن هناك لن يسمع أي صوت انفجار أو أي صوت اعتداء لذلك أنا تصور نحن دخلنا مرة أخرى في حرب نفسية وفي حرب الروايات أستاذ عباس قلت أنها حرب روايات يعني بالتالي وأشرت إلى أن هذا الهجوم الإسرائيلي يبدو ضعيفا هل هذا يجعلنا نتوقع أن إيران لن ترد على هذا الهجوم يعني الحقيقة ما قاله وما أكد عليه ربما آخر التصريحات هو جاء على لسان الدكتور إيراقشي وزير الخارجية عندما كان في الكويت وأكد بأن ضرب نحن جاهزون لا نريد الحرب ولكننا جاهزون وسنضرب على مستوى الهجوم الذي ربما سيحدث ضد طهران لذلك إذا كانت هذه قاعدة الرد الإيراني يعني سيكون هناك رد على المنشآت العسكرية الإسرائيلية ولا تصور هناك تراجع إلا ما يعني يجب أن ننتظر الساعة المقبلة ونرى نتيجة هذا الهجوم هل على مستوى الحقيقي في خسائر تذكر أم لا كما يقال لحد الآن ولآخر المواقف التي اتخذت من قبل كثير من الجهات الإعلامية وبعض الجهات العسكرية تؤكد بأن الهجوم كان باهتا وربما جاء في مسار الوضع الداخلي وكانت لحفظ ماء الوجه للقيادة الإسرائيلية هذا ما يبدو لحد الآن وقراءتنا للواقع لحد الآن يعني قلت إن الهجوم كان باهتا ولحفظ ماء الوجه هل هذا يدعم ما قاله مصدر إسرائيلي لموقع أولا قبل قليل أن إسرائيل أبلغت إيران بهذا الهجوم قبل حدوثه وطلبت منها عدم الرد لا أتصور يعني هذه كمان تدخل في إطار الحروب النفسية لا أتصور أحد يتجرأ ولا أحد يقبل في إيران أهم أن يتصل بإسرائيل مباشرة وغير مباشرة وهذه حقيقة واضحة الحديث عبر مستطاع بطبيعة الحال المالية يعني البلاد إيران عبر وسطاء بطبيعة الحال لا أتصور أبدا هذا يعني يعتبر خط أحمر لكن ربما هو خفت الضربة ربما هي تحمل رسالة بذاتها وليس بحاجة إلى وسطاء أو إلى رسائل إذا كانت الضربة يعني الإسرائيلية كما إذا كانت تحتسب ضربة إذا كانت باهتة إلى هذه الدرجة أنا أتصورها بحد ذاتها تحمل هذه الرسالة المهم يجب أن ننتظر قليلا وأتصور في الساعات المقبلة سيكون هناك موقف واضح وشفاف من قبل يعني صانع القرار الإيراني طيب يعني مسؤول كبير في إدارة بايدن قال لو قررت إيران الرد سنكون مستعدين وستكون هناك عواقب وخيمة وكذلك قال إن إذا إيران اختارت الرد فإن الولايات المتحدة مستعدة تماما لصد أي هجوم وبالتالي هل إيران تخشى من أن يكون أي رد على هذا الهجوم الإسرائيلي مقدمة لفتح جبهة ومواجهة إقليمية تكون الولايات المتحدة طرفا فيها ضد إيران هذا سؤال مهم جدا ومتعدد الأطراف وهناك ربما تكون الأجوبات متعددة أولا الأمريكي هو شريك دائم لوجستيكيا وإعلاميا وسياسيا وأمنيا ومعلوماتيا هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها النقطة الثانية نحن تعودنا على هذه التصريحات الأمريكية قبل الوعد الصادق الأول والوعد الصادق الثاني وقبل حتى هذا الهجوم كانت الولايات المتحدة الأمريكية دائما تهدد ولكنها عندما تكون هناك ضربات إيرانية أو ريود إيرانية تتراجع وتقول كانت لي معلومات ولم أتدخل وهذا ما قالتها قبل قليل لذلك لا أتصور الأمريكان الآن في وضع أساسا لا يحسد عليها ولا أتصور الأمريكان يمكن أن يتدخلوا في هذه الحرب بصورة مباشرة الرسائل الإيرانية وصلتهم قبل أسابيع من خلال الدوحة ومن خلال بغداد وربما من خلال مسقط بأن أي تدخل أمريكي واضح وميداني ستكون لها ردود كبيرة على القواعد الأمريكية في المنطقة وعلى كثير من المراكز التي بحوزتها ولذلك أنا أتصور في إطار هذا الوضع الأمريكي والفراغ الذي هو يسبق الانتخابات الأمريكية المقبلة لا أتصور الأمريكيون يستطيعون أن يدخلوا بما يقولونه بهذا الشكل هناك ربما هو نوع من إرضاء القيادة الكيان وذلك للحصول على أصوات اللوبي الصيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وممكن نعتبر ذلك مادة انتخابية فقط الأمريكيون لا يتجرؤون وهذا تجربة تاريخية الأمريكيون لا يتجرؤون أن يدخلوا مباشرة ضد طهران في أي بوقع كان بي ترجمة نانسي قنقر